وأنا دائماً بقول للناس حقيقة في غاية الأهمية بأي موضوع بخص الله أخي المحبوب أسيس نيزار الله روح من خارج الزمان والمكان والبيولوجيا والفيزيا كما ندرك فيها الأمور بحواسنا الخمسة فإذا بدنا نفهم فيروس ونحطه تحت المجهر وننظر إليه ونوام لكن لا يمكننا بالمراقبة بالتحليل المنطقي أن نفهم الله لأن الله من خارج عالمنا كثير من الناس بقولوا الأمر لا يبدو منطقي ولما تأتي إلى الله هذا لا معنى له لأن المنطق تبعنا يخضع للزمان والمكان والمحسوس والملموس وأنا سطيع أن ندركه بحواسنا الله من خارج حواسنا لذلك الطريقة الوحيدة لفهم الله ليست الفلسفة والإدراك البشري بل قبول إعلان الله عن ذاته وبعطي مثل صغير للتوضيح فرضا ركبنا أنا وياك في طائرة وذهبنا ونزلنا إلى أحد القبائل في أدغال ومجاه الأفريقية أو البرازيلة أو غيره ويتطلع فينا ويقول لنا أنتوا تبدو غريبين علينا كيف أتيتم إلى هنا نقول لهم في الطائرة طائرة أخي هو يشبه النصر كبير فارغ من داخله نجلس فيه أي نصر بمفهومهم كبير بها وكيف تجلس في بطن النصر فبالآخر نحن نحاول بكلماتهم وتعبيرهم أن نشرح لهم شيء من خارج عالمهم مع أننا بشر وهم بشر ونشرح المادة بالمادة كم بالحري لو أتى الله إلى الإنسان من خارج عالمنا ويريد أن يشرح لنا من هو وما هو طريقة الوحيدة هي أن نقبل إعلانه وأن نؤمن بما يقوله ولا أن نخضع لفكرنا نقوله بما أنه فكرنا الصغير لا يستطيع أن يستوعب ويدركك فإذن نحن صح أنت غلط لا هو صح ونحن الأعجز من أن ندركه لذلك لما بيقول أنه ابن الله أنا أظن أنه يستعمل أقرب فكرة لفكرنا كبشر لندرك موضة الإنسان لابنه وقربه من ابنه وكيف الإنسان يولد إنسان على مستواه من الجوهر والبشرية وليس بالضرورة على مستواه في الدور لأن نحن نعلم أن الله هو ذات قائم بذاته هو الأب الذي منه كل شيء والمسيح هو ابن الله ليس اسم وحيد أو الصفة الوحيدة هو دعي أيضا يهوى هو الله كلمة الله ودعي كلمة الله كلمة الله أيها فكر الله هو ذات وهو فكر والله حياة هو روح وهذه الثلاثة شخصيات تكون الله الواحد ولا نقول للأب والقديسة مريم على الإطلاق ولا نقول أن الإنسان صار إله على الإطلاق لكن نقول الإله أخذ جسدا وصار بطبيعة بشري فإذن قد لا نقبل هذه الحقيقة وأنا دائما أقول لأخوتي من أي خلفية كانت أخي صلي يا رب هذا ما أعلنت لنا في كتابك المقدس سعدني أقبله أنا أفهمه والله يعلن لنا عن ذاته ولكن ليس بالضرورة أن نخضع الله لفكرنا ولا نرفضه ولا نكون جهال الله أوسع منا وأكبر منا فعلا يعني المسيح ليس إنسانا وجعلنا منه إلها وعبدنا لكن الله خطار الطريقة فهذا يقودني إلى العرفان بالجميل والشكر والإمتنان كل حياته وكل الأبدية لأنه كل الفكرة طبعا أنه جاء حتى يعلن عن ذاته اشتركوا في القناة